قبل من التكلم عن مقراط مصر وبرتغال عايزين نوضح شوية نوعات صغيرة هكتر كوبر كمدرب ممكن تقول عنه حاجة كويسة ممكن تشيد بيه أوقات ممكن تنتقد أوقات ده عادي تماما لكن في النهاية لدي قناعة ما أن الرجل ده عارف هو بيعمل إيه وقناعته بتنتصر له في النهاية إذن فأنا ممكن أختلف أتطفق لكن في النهاية أنا مؤمن تماما بالرجل ده ما عنديش أي تشكيك فيه حتى وإن اختلفت معاه في بعض المواقف بعض الشيء مباراة المهاردة دي مباراة مهمة جدا مباراة البرتغال أو تأهيلا لمباراة رجوي بالذات ليه بالذات؟ يلا بينا دايما أنت بتتفرج على البرتغال أو بتتفرج على مباراتنا مع البرتغال أو مع أي مباراة جاية أنت عينك وعقلك وقلبك وودنك وكل حاجة رايحة على روسيا سعودية ورجوي مهمة قوي أورجوي أورجوي إيه أهم شيء بيميزها؟ غير إنها فريق لاتيني بيحاول يلعب على الأرض أكتر مش عارف إيه 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 أهم شيء بيميزها؟ فرودين في منتهى الشرصة في منتهى القوة لويس وارس وإيديسون كافاني إذن أنا بشوف أنك لازم لازم تجرب نفسك في المراحل دي في المراحل المبارات التأهيلية دي أنك تلعب أمام فريق خطر جدا في الكرات العالية عشان تجهز نفسك وتشوف هتلعب إزاي بصراحة ما فيش أي لعيب في العالم في الكرات العالية ممكن يكون أخطر من هذا الرجل كريستيانو رونالدو أخطر لاعب في العالم في الكرات العالية والنهاردة كمان بيلعب جنبه أندري سيلفا فيرود الميلان المميز برضو أو في الكرات العالية فأنت قدام اختبار صعب فعلا حقيقي فعلا يعني فيه ماتشات ممكن تبقى سهلة تقيس نفسك عليها تروح الصعب تلاقي نفسك مش هنا لا ده ماتش تقيس عليه نفسك بالمناسبة مش أنت ده ماتش أي حد يقيس يعني أي تفاعل نهاردة يقيس نفسه في ماتش زي ده على قدرته على التصدي العرضيات خصوصا لما يكون بلعب قدام رونالدو وأندري سيلفا وخصوصا لما يكون بالذات موجود في الملعب برناردو سيلفا ليه برناردو سيلفا لعب منشستر سيتي برناردو لعيب من اللعيبة اللي حتواجهك بعرضيات غير متوقعة يعني ما هواش اللعيب الكلاسيك اللي هيجري يجري 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 يرفع أو يجري يجري يقطم يرفع برناردو سيلفا لعيب حريف قوي حريف قوي قوي اللي بتفرج على منشستر سيتي لازم يكونوا عارف الكلام ده حريف قوي فالعرضية بغض النظر عن خطورتها واللفة اللي فيها وقوتها وحلوتها توقيتها توقيتها مهمة قوي وأكم من كرات عرضية تحاولت أهدف له مجرد أن اللعيب هو بيجري رفع وكرة احت رجله خب بالك فيه لعيب تحس من قبل ما يرفع بعشر ثوانين يعني خلاص هو بيزبط نفسه بيرفض المعدات وها ها 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 وهيرفع وفيه لعيب هو بيجري أنت بتخيل أنه هيرقصك هيرقصك وهب يمرافع إن كنا عايزين نضرب مثال على كده هو برنادو سيلفا طبعا طبعا والناحية التانية طبعا جواو ماريو لعب انتر السابق المعارل وستهمه أحد اللاعبين المخضرمين واللي خاضوا كانوا موجودين بشكل أساسي مع منتخب البرتغال في يورو 2016 فالنهاردة احنا قبل ما بنختبر أي شيء هبنختبر عبدالشافي حجازي علي جبر أحمد فتحي بنختبرهم أكتر ما يكون في الكرات العرضية عندي نرجع بالنقطة كنت بقولك أنا مختلف مع هكتر كوبر في حاجات بس أنا مقتنع بالله هو بيعمله وأنا شايف إنه هو غالبا أصح يعني عندي تخوف كبير جدا في فكرة إنك بتلعب في محمد صلاح وينج ليه؟ صلاح دفاعيا أه اتحسن طبعا اتطور مع يورجن كلوك كمان صلاح براحل مسافة بعيدة قوي لكن صلاح دفاعيا حتى لو عمل الواجب الدفاعي انت حجمته انت بتلعب انت نص صروتك في هذا الرجل بل يمكن أكتر من نص صروتك الهجومية في هذا الرجل فليه أنا أرهق صلاح في واجبات دفاعية حتى لو هو هيعمل أو هو هيلتزم وهينزل ويتلاقي صلاح واقف هنا قدام أحمد فتحي ماشي كمان كلنا ببساطنا كلنا ارتحنا تمام بس ليه؟ ليه لو صلاح عنده قدر من المجهود أنا أخد جزء منه أقططع جزء منه دفاعي في حين ان أنا فعليا هجوميا بتكلم عن صلاح سوما بشوف أنا هعمل إيه فأنا في اعتقادي الشخص المتواضع يعني ان صلاح يلعب عشر لأن اللعيب رقم عشرة هو أقل لعيب بيدافع في 4-2-3-1 لعيب الوينج ده لازم يبقى قدام ولازم يخش كمان يجيب جول ويبقى في وقت من الوقت يبقى فارود ولازم كمان ينزل جنب الباك رايت أو الباك ليفت حسب تريزيجي وصلاح فلعيب الوينج ف4-2-3-1 بيبزل مجهود غير عادي تقولي ما صلاح بيعملها قريدي صلاح بيلعب مع ليفر بول بس ليفر بول تكتيكو الهجومي معتمد على صلاحه ساديو مانيا وفرمينو وانت هنا تقريبا تكتيكك الهجومي معتمد بنسبة تتقطر 50-60% على صلاحه فأنا بخاف بس عليه ان احنا نقعد ناخد من مجهوده ناخد من مجهوده في الدفاع ناخد من مجهوده في الدفاع فما نلاقيهوش في الهجوم فأنا بعتقد ان مثلا ناحة تاني هنا تريزيجي تريزيجي بيخش جوة 18 هو اللي جاب لك دربة الجزاء في المبارات بتاعه لكاس العرب وتريزيجي كمان هتلاقيه نازل تحت عبد الشافي تريزيجي مثالي في النقطة دي بس انا ممكن اضحي بتريزيجي بشكل انتحاري في المجهود ده لان انا مش مستني دايما نجهون من تريزيجي انا اه اتمنى ان تريزيجي يجيجون بس مش مستنيها من تريزيجي انا مستنيها من صلاحة فأنا بخاف بصراحة يعني بس هكتور كوبر اثبت لي واسبت للجميع انه هو قدرة